حضيت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على تأييد 49% مقابل 45% لدونالد ترامب بين الناخبين المسجلين بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة ABC News ومؤسسات إبساس للاستطلاعات الرأي وتم إجراء استطلاع الرأي على الإنترنت في الفترة من التاسع حتى الثالث عشر من أغسطس بين 2336 بالغا أمريكيا من بينهم 1901 من الناخبين المسجلين ولدى النتائج هامش خطأ بزيادة أو النقص نقطتان للبالغين الأمريكيين ونقطتان ونصف النقطة بين الناخبين المسجلين وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي جمعت في حملة هاريس 200 مليون دولار خلال الأسبوع الذي انضمت فيه لسباق الرئاسية